اشتركوا في القناة للعلاجات الغير الجراحية يلي بتساعد بتحسين مظهر البشرة وعلاج مشاكل الجلد تنحكي اكتر عن هالموضوع بصرنا استقبل الدكتور ياسين طبيب امراض جلدية وتجميل خبير باحدث تقنيات الليزر حائز على البورد الاوروبي بطب التجميل طبعا وعضو باكاديمية الامكاس اهلا وسهلا فيك دكتورنا ووردنا بالستوديو مصوار دي تعلق لك ولكل المشاهدين تنكو لك اهلا وسهلا فيك اول شي اشتقني لك دكتور وبدنا نعيدك كمان عينعد عليك وعليك وعلى كل المشاهدين مرسي دكتور طبعا قبل ما نضطر لكل التقنيات الحديثة لعلاج البشرة طبعا وقدي السيدة عم تمبسط بس تزور الكلينيك عندكم طبعا لانه عم بتبين اصغر بالعمر وبالتالي عم بيصير فيه كتير تطور بالتقنيات الحديثة لعلاج البشرة ولكن اليوم اذا بدنا هيك نوضح شوي للمشاهدين عادة كم نوع عنا من البشرة وكيف هن الخطوات اللي منستعملون لحتى يكون عنا بشرة نائية وبشرة صحية مثل ما بنقول صحيح ريتا انا دايما مقول للبشرة طبعا انه كتير مهم انه نكبر مرتبين وهيدا الشيء اللي دايما انا بركزي عليه انه كيف نكبر بطريقة ناتشرال نحافظ على تفاصيل وجنا وعلى ملامحنا وبنفس الوقت نكون عنا أتليست هال هالساتيسفاكشن وهال هالبيس ما حانا وقتل نطلع حانا على المريض بالنسبة لأنواع البشرة كنت عم تسألين عنا البشرة اللي هي ما بتزيت كتير ولا بتنشف كتير عنا البشرة الناشفة اللي هي أشخاص كتير بينشف وجهة يمكن بيعملوا أوقات إكزيما بيحمروا بيأشروا من منطقة الحواجب حوالين للأنف من منطقة الدينين هون بيعملوا كتير إكزيما دهنية في أشخاص لهن أو بشرة مختلطة بزيتوا أكتر على منطقة يتزون بالفورهاد بالنوز بيكون عندهم شوية أو مسامات مفتحة وفي أشخاص اللي هني بشرته بيكون كتير قوي واللي هني بيزيتوا ممكن يتلع لهم حبوب بوجهن حتى ممكن يندبغوا هوا الحبوب يتركوا آثار وفي عنا أخر شيء لبشرة اللي هي sensitive skin اللي هي ممكن تحسس على أي شيء allergic skin أو sensitive skin من هون كتير مهم أنه نعرف نوعية بشرتنا ونكون عم نتواجه عند الطبيب اللي هو مختص حتى اللي يكون عم يعطينا skin care protocol اللي بيناسب نوعية بشرتنا نعم يعني دكتور اليوم أكيد رح نحكي بعدة الموضيع بهذا الحلقة من هلستوك ونستفيد من خبرتك طبعا اليوم كتير من السيدات طبعا بيعانوا من تراهل بالرأبة هيدا أول مشكلة يمكن بوجهها هالتراهل وطبعا بيصير فيه خطوط رفيعة بالرأبة عند السيدة اليوم فيه تقنيات حديثة طبعا حضرتكم تتعاملوها إذا منخبر أكتر المشاهدين يمكن نسمع أكتر شيء بإبريت الكالسيوم برافو عليك سون إذا تخبرنا أكتر عنه نتميز بإبريت الكالسيوم اللي هي الرادياس اللي هي بتحتوي على مادة الكالسيوم هيدروكسي الأباتايت سو هيدا المادة منا بس فلر هي عبارة عن بايو ستيموليتر وهيدا شيء اللي كتير أشخاص حاليا عم بيتواجهوا عليه كيف نقدر نعمل ستيموليشن للكالجين إلاسين كيفينا نكون عم نسمك الجلدة عم نشتغل على أنه نحسن من السكن كواليتي اللي بميز إبريت الكالسيوم أنه عندها FDA أول شيء بدين أبتو 2 ييرس وبدين سنتين والوحيد اللي عندها الـ FDA للفاكتور ليفتنج يعني قادرة أنه مش بس تحسن نتج عادي الرافعة وتعبيهم بس كمي قادرة أنه تشد الوجه وتشد الرأبي بنفس الوقت البروتوكول لعننا للأشخاص اللي عندها صار ترهل بمنطقة الرأبة هي أنه ندمج بين تقنيتين اللي هي الآلترابي اللي بعد شوان نحكي عنا ما إبريت الكالسيوم اللي هي عم بتساعد أنه تكون عم بتشد الجلدة بنفس الوقت عم بتحفز هذه الجلدة تفروس كولاجين إلاسين وبتعاملها تايتنينج أكتر وأكتر نعم كم جلسة عادة السيدة بحاجة دكتور ولا حسب كم سيدة؟ حسب نسبة الترهل هلأ نحن نشوفها بعد ثلاثة شهر ريزلتات فنال اللي هو الوقت الكافي لجلدة تتعمل فول كولاجين إلاسين سو في أشخاص بيحتاجوا لأبري وحدة رادياس إذا ما عنده كتير ترهل في أشخاص بحاجة أن يتواجه على إبرتين كالسيوم ويعيدوا هول إبرتين كمان بعد لتساية ثلاثة شهر وفي أشخاص بدون جلسة واحدة وبتكفيهم سو حسب هون بيجعل الأساسمت بين الدكتور والبيشن ونعرف شو يعني قديش عنا لاكسيتي نشوف عنا في تست نعمله للرقب اللي نشوف قدي عنا نسبة الترهل قدي عم بتمت هيد الرقب وقت نفحصها وقدي عنا صار عنا تجاعد فيها قدي عقم عمر المريض إذا بيدخن أو لا بالدخان بأسر بنسبة بنسبة سلبية إذا بدك على هيد البروستيجر وهون الاساسمت is very important before these procedures نعم وما إلى أي مضاعفات ما هيك دكتور ياسين لكن كالشي إلو مضاعفات يعني هلأ إذا بتخذي ممكن يدرب لك الكبد فما في شيء ما إلو مضاعفات بس هون إذا عم تنعمل بالتقنية مزوطة بي كان لها تكنيك عم ينعمل لها good dilution عم تنحط بطريقة مزوطة هون لا أكيد يعني والشخص عم يعمل لها ما عنده مشاكل مناعة أو أمراض مناعة هون أكيد يعني عم نكون بنسبة إذا بدك بالدل في عندي كريسك مضاعفات هي 0.001% بس أنه أنا من البيشنط طبعولي عم نحكي 99.9% of the patients they never had any issues with this دائما دكتور ياسين كمان السيدات اللي بياخدوا أسبرين أو بياخدوا مسيل للدم بيقدروا يعملوا حيالة بروسيدور بدون ما يوقفوا هيدا الدواء قبله ما عندون أي مشكل أنا عادة ما بوقف الأسبرين قبل الإنجاكتبلز لأنه أول شيء إيدي خفيفة خلي واحد وتاني شيء ما في عندك يعني إذا عم تطلع بالفينز بالشكل واضح so you can skip the veins ما ضروروا واحد يضب العرق هلأ بالنهاية it can happen إذا واحد on aspirin هذا بس أنا لصراحة بفضل يعني بعطي الpriority للقلب إذا وحن عم يخذوا للقلب أو لأنه عنده مشكل بالشريين or whatever يعني what's the reason اللي عم ناخد فيه الاسبرين ما بوقفهم على الاسبرين خليهم عم بيكملوا عادة وتواجع على الإنجاكتبل حتى إذا صار عندهم very mild bruise which is less likely بيحطوا أرنقان جيل for like five days and it goes away بتروح نعم دكتور ياسين اليوم نحن بنعرف كمان في كتير من السيدات طبعا عندهم خطوط رفيعة أو لسبب معين بحياتهم يمكن عندهم scars بوجه طبعا يمكن أكتر procedure تعملوها بقلب الكلينيك هي CO2 laser اليوم هيدا trend يعني وعم نسمع عنها كتير عند رقاش وحلوة للأشخاص اللي عندهم تجعيد رفيعة تحت العين it's beautiful technology حالو خبرنا شوية عنا شو هي كيف تنعمل وبذات الوقت أي مثل سيدة لازم تعملها وكمان العمر دايما بنسأل عنه لأنه يمكن نعتبر كل سيدة فوق سن الأربعين يمكن لازم تهتم أكتر ببشارتها ولا تشوفوا كمان يمكن صبايا أصغر من الأربعين وعندهم سكارس ببشار أو مشاكل بالبشرة خبرنا أكتر عنه مظبوط الCO2 نحن نتميز فيه وعندنا نحن the best CO2 laser بالماركت إذا بتروحي for example على the biggest eye static centers بالبيفرلي هيلز المدامني بتعمل for example facelift surgery بتشد كل وجه بعدين بتعمل CO2 laser لأنه CO2 is beautiful for the skin أول شي it's beautiful تتعمل super stimulation للcollagen elastin تاني شي بتشتغل على التجعيد الرفيعة بتشد الجلد بتشد الوج بيبينه 10 ل 20 سنة أصغر فيها سر يعني ما حدا بيفهمه إلا اللي بيعملها هالأد حلوة عم تشوفيها كتير ترند على السوشيال ميديا الأشخاص اللي عندن تجعيد for example تحت العين كيف بلحظتها بتشد الجلد ف it's one of the best procedure نحن for example بإنفجار بيروت وبيغير يعني بغير أشخاص كمانك عندن scars بوجه صار عندن كتير حفر وتأثر على نفسيتهم حتى على عمر صغير يعني ما إلى عمر CO2 الأشخاص عندن مشاكل عندن scars post surgery post accident post burn بعد حرق بعد عملية جراحية بعد أكني كانت sever كل هيد الحالات CO2 is the best for this indication تعمله resurfacing هون عمشوف الصبية صار عندها scar post accident بتلاحظي كيف scar من بعد 6 جال 6 وهيدا أصعب نوع من scar هيدا wild scar بتعرفي قديس صعب wild scar الكتير بتلاحظي قديس صار قريب أكتر وأكتر من لون الجدي وهيدا it keeps on getting better and better until one year after the procedure بتحسن الحدود السن حالو يعني هون عمشوفها واضحة أكتر بتلاحظي كيف صار scar more flat صحيح بطل فيها التعرض وجهة تخف الحمار والبيض even صار less and less visible نعم بتير مهمة هيدا التكنية طبعا وبتشتغل أيضا على الخطوط الرفيعة والتراهل مضبوط حتى فينا نعمل anti-aging procedure هون عم تشوف scaring acne protocol عم تشوف هون الشاب بتلاحظي قديس مش بس كان عنده حبوب ملتهبة كان عنده آثار حبوب وعنده دباغات بهيد المنطقة اللي هي P.I.H اللي هي post-inflammatory hyperpigmentation وP.I.E اللي هي post-inflammatory erythema اللي هي العالمات الحمرة من بعض الأكنية واللي هي كتير صعبة أوقات أني كتشيلية سو هون بتلاحظي كيف صار عنده super clear skin توجهنا على بيز مع oral treatment وat the same time لحظي كيف عندك skin quality والglow اللي عنده فيه نشوفه هذا فيديو مش بس هون عم نشوف photos بس فيه نشاه البيتش طبعا الدكتور ياسين official بيقدر يشوفه a video of all these cases نعم أكيد رح نشوف فيديو كمان من بعض هولي صور هون كمان هون كمان عم نشوف نفس الكيس بتلاحظي تعرف قداش يعني بيفقدوا سئة وبهالعمر قداش السئة مهمة انك تنباور confidence عند الصغار لانه ما تتخيل قد يكونوا مزعوجين من حالهم يعني يعني انه نفسيا كتير بتأثر على نفسيته للشخص وبتأثر على يعني على self esteem طبعه فهون انت مش بس يعني عم تعالجي حبوب هون عن جد عم ترجعي له سئة بنفسه للشخص عم عم تعطيه هيك هال confidence عم تعطيه هال clarity بسكن عن جد بتعكس كمين سوحطنا الداخلية فعلا الى عمر معين دكتور الاكني انه نبليش به تراتمان كله تراتمان اورال لانه عادة الاكني منشوفه اكتر شي عند المراهكين بس هي منا بس عند المراهكين فيها تصير على عمر كبير فيها مدام في عمره 40 سنة وتعمل الاكني اكتر بروديويت غلط على وجنا مثل الفيتامين سي عند اشخاص كتير اولي كتير بيحبح بوجه او عم بيحط على وجه او عم بيحط ميك اپ يكون كتير هاوي كوميدو الاكني اذا الناس عم بيأخذ بروتينات في ناس بيروحوا عاد جين بيأخذوا بروتينات بيأخذوا بيأخذوا ناس اللي بيأخذوا بيتامين بيأخذوا حبوب مثلا او شعر بعدها بيجوا بيطلع الحبوب بيوجه من هون كتير مهم انه يكون عنا كلير سكن لانه اول شي هي مريتنا للحياة وقدام اي شخص نحن عم نكون عم نتقابل معه هي سكن طبعا فعلا دكتور ياسين كمان رح نشوف فيديو انا وياك والمشاهدين نشوفه سوا هم عم نشوف اكيد بيفور وافتر يلي كنا عم نشوفه عن الاكني طبعا كمان مزبوط سوى عن جد هون قدي حلو يعني وقدي فرق بوقت بتلاحظي بتاعت قديش بيجينا اشخاص عندهم ريت سبوت وبيكونوا اخدين ازوت ريتينوين اخدين كل كرامات العالم وبعضهم معلمين الحبوب عندهم على شكل احمر او على شكل دباغات نعم وبيكونوا بحبوا البرفاكشن فمن هون انا بقلهم انه دايما في حال عنا الهوليويد سبكترا نحنا 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 على الدباغات بالليزر تكنولوجي سوالحظة كيف انت بالليزر تكنولوجي قادين انه نعمل نحنا نفتح الوج صار عنا تقنيات كتير حديثة بالاضافة لاننا ندمجها ببعض الحالات مع جلسات الاشر للوج نرجع نعمل تنشيل كل هالطبقة الميتة مع الجلدة وحتى نرجع نعمل نيو سكن فمن هون كتير مهم ندمج بين التقنيات حتى نحصل على الأفضل نتيجة طبعا دكتور ياسين حضرتك ذكرت شغلة كتير مهمة نحنا نعرف بالهوليوود سمايل ولكن عند حضرتك وبالكلينيك عندكم دايما نسمع بهالكلمة الكتير حلوية اللي هي هوليوود سكن خبرنا شوي يعني كيف ذكرت هالفكرة وفعلا قدي حضرتك كمان بتهتم انه السيدة أو الشاب يكون عنده فعلا بشرة نائية وصحية لانه مثل ما ذكرت كمان انه هي أول كونتاكت هي البشرة وهي أجمل شي انه تكون نائية وكلين وكلير بذات الوقت خبرنا شوي عن الهوليوود سكن الهوليوود تريتمينت هو من أحدث وأهم التقنيات اللي عم نعتبدها إذا بديك عنا بسكن اكسبورت كلينيك لحتى نوحد لون البشرة وبنفس الوقت نكون عم نعملها نشدها بنفس الوقت فهذا الشي اللي كتير أشخاص عم بيفتشوا عليه إنه كيف نقدر نعطي هالكلاريتي نوحد لون البشرة وبنفس الوقت نشتغل على البورز على المسامات على السكار ونشد الجلدة فبالهوليوود تريتمينت نحنا منعتمد على أنه ندمج بين تقنيتين اللي هي الهوليوود سبكرا اللي بتعتمد على الفراكشن الكيو سويتش اندياج ليزر الكيو سويتش اندياج ليزر صار هلأ فيه منه فراكشن التكنولوجي سو هالفراكشن التكنولوجي قادرة إنه توحد لون البشرة بتفتح البيجمنت سو إذا عنا نماش إذا عنا كلف أو حتى إذا عنا أنيفن سكن تون يعني عدم توحد بلون البشرة بتفتحها للبشرة وبنفس الوقت بتشدها بنشدها لهيد البشرة بالفراكشن الهاند بيس وبال سليبرتي ليزر اللي هي الفراكشن الففتين فورتي ليزر اللي بتعتمد على الاربيوم جلاس تكنولوجي اللي هي قادرين نحن أنه نشد الجلدة بالاربيوم ليزر ندون ما أنه نأزيها with no down time almost no down time يعني بس بنحمرها شوي صغيرة على شي ساعة ساعتين ونكمل حياتنا بشكل كتير طبيعي نعم سو بهيد الدمج بين هول التقنيتين اللي هي الففتين فورتي مع الهولويد سبكترا عارين أنه نوحد لون البشرة ونشدها بنفس الوقت حالو دكتور ياسين أكيد نحن مكملين معك ولكن رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا مشاهدينا بريك صغير انترونا راجعين رجعنا معكم مشاهدينا دايما عبر شاشة الـ OTV وعبر بروغرام هيلستوك دكتور ياسين رجعنا لك طبعا أنا بحب نوه أنه كتار من المشاهير بزرعياتك دكتور ياسين وطبعا كرمال التقنية الأشهر اللي هي الريد كاربت ليزر خبرنا عنها شو ها التقنية وليه كل المشاهير بيكونوا عندك مظبوط عنا اكشلي مش بس هيدا التقنية عنا اتنين تقنيات كتير بيزرونها عليهم بالعيادة اللي هي الريد كاربت ليزر أو السليبريتي ليزر اللي هي بتعتمد على الفراكشن ال ففتين فورتي ليزر سو هي تقنية فينا نكون عم نعملها قبل إيفاند قبل العرس عروس عبالها تحضر حالة قبل عرسة نعم أشخاص عبالهم عندهم إيفاند عبالهم هي تتايتن برسكن سو أكيد بتواجع على الفراكشن ال ففتين فورتي ليزر سو هون نكون عم نعمل بهايدا الليزر بيفوت ديب تود ديرمس يعني على الجلدة من جوة على الطبقات الغميقة حتى اللي يكون عم بحميها ويعملها سيميليشن للكولوجين إلاسن at the same time بتضيق بورز تعطينا هيك توحيد شوية بلون البشرة تعطينا هيك إكلها كتير حلو للوجه نعم تانية تقنية كتير بيزورون عليها المشاهير هي الآلترابي الآلترابي نعم نعم كمان تريند كتير حلو ومفعولة كتير كبير خبرنا عننا أكتر كيف تنعمل وأي متى لازم تنعمل كل التفاصيل الآلترابي هي الوحيدة اللي بالعالم اللي هي بتعتمد على المايكروفوكس التراسون تكنولوجي اللي هي موجات صوتية بتوصل لسبعين درجة تحت الجلدة الوحيدة ماشين الترابي منقدر نشوف فيها وين العضلة على السكرين يعني فيها شيء اسمه ريل تان فيجولايزيشن نعم نعم نقدر نشوف وين العضلة على السكرين ونضرب هذه العضلة تنعملها ليفتينج هي التقنية الوحيدة اللي عندها الاف دي اي للنون سيرجيك الفيس النك ليفتينج بجلسة وحدة أنا قادر أنه شد الوجه وشدر دقبي بنفس الوقت بدون أي جراحة بدون جراحة بجلسة وحدة أكيد هون عم نحكي على الكيس اللي هي ما صار عندها سوبر تراهل يعني بده يكون كمان يعني عم نحكي بأول بالفورتيز بالففتيز حتى هلأ في مادامات عندي بيكون حتى بالسكستيز يعني بالستينات أو حتى أكتر عاملي المادام بتكون فيسليفت لوجه نعم بس حاب أنها تحافظ على الفيسليفت تبع تتواجه على الأل ترابي سو الأل ترابي عم بتكون عم تتواجه بالموجات الصوتية على العدلة عم نشد هيد العدلة وعم نحفز جلدي بنفس الوقت أنه نعمل كولوجين إلاستن لحظة هون مثلا شو حلو هيد الريزالت هون عملنا لكويت فيسليفتين بالفيلرس لحظة كيفينا نكون عم نحدد منطقة اللور فيس بالفيلرس بطريقة تعرف قديش فيه أشخاص بينزاجوا قدي بيعطي عمر اللور فيس وقت اللي يصير عندنا هالأد ترهل هالأد بتحس الوجه عاشد سو لحظة قديش بيزغر بالعمر بطريقة ناتشرة إذا قدرنا نحددنا الوجه بكمية قليلة من الفيلر قررين أنه نعمل رسمي لهالوجه بطريقة سوبر ناتشرة قررين أنه نحط الفيلر تحت الليجامنت لحظة مع العمر بيقشطوا الليجامنت يعني الأربطة اللي موجودة تحت الجلدة تقشط سو نحنا بنعمل ساببورت لها الأربطة بالفيلر هيدا الليكويد فيس الفيلر يعني أنا ام ساببورتين دي لجامنت ودفيلر ود هاي لرانيك أسد فيلر حتى اللي يرجعوا يشدوا هالأربطة من جديد نحظة قديش ناتشرة قديش تحسي يا زغري قديش تحسي أنه راح هون إنك تشيل تعب الوجه عن جد بتحسي قديش العين ما بتصغر منطقة من المناطق كمان اللي كتير بتبين تعب الوجه تحت العين تحت العين سو لحظة قديش بيرتاح الوجه وقت التعب من تحت العين بدي أسألك كمان دكتور ياسين عن تحت العين في كتير أشخاص كمان عندهم انتفاخ تحت العين وبذات الوقت هيدا الانتفاخ مخبى جورة تحته عادة كيف تتعيل جيدة المنطقة لأن تعرف كمان تحت العين هي منطقة كتير دقيقة وحساسة وبتاعت عمر كمان مظموط ده الطريقة يعني كيف الطريقة لنقدر نشيل هالانتفاخ أو الجورة عادة بالإنجيكشن مظموط هل إذا عنا كتير انتفاخ تحت العين أكيد أنا دغري بواجهون عند السورجن يعني تواجهون عن جراح لحتى اللي يكون عم بيشلن الآيباك سمعون واللي هي إذا بدك أفضل طريقة لا تشيل لكن شي انتفاخ من تحت العين في أشخاص ما حابة تعمل جراحة سو بهذه الحالة إذا عندهم انتفاخ بسيط تحت العين ما أنه الانتفاخ العظيم تحت العين من هون فينا نكون عمل حد فيلر بالجورة اللي هي تحت الانتفاخ وهون لأنه كيف الضو ضارب على عيني فإذا نحنا منعب بهذه الجورة بشكل طفيف هون دغري انت اوتوماتيك اللي بتكون عم بتحسني من هيدا الكندشن هلأ للأشخاص اللي عندهم جلدي كتير زيدة تحت العين هون أكيد بدوا يعملوا بالفارو بلاسي ما في عنا حل يعني بدوا يتواجه عن جراحة يشيلوز الجلدي زيدة من هون كتير مهم التشخيص لحتى اللي نعرف إذا هالكيس هي لازم تروح هند سورجم ولا درماطولوجست أو إنجاكتبوز لحالهم بيقدر يحلوا هيدا الكندشن هلأ في عندك أشخاص هني كتير بينزعجهم هي المشكلة الأكبر اللي هي السوات تحت العين هي بينزعجهم من الأسوات تحت العين مظبوط السن من هون عندك في أشخاص إذا عندهم مع السن هيدا جورة أوكي اوتوماتيك اللي انت بس تعبي هيدا جورة بتشيل الشدو اللي بيعملها هيدا جورة لأنه جورة بتعمل مثل خيال تحتها سو بس تشيله هيدا خيال مظبوط سو أوتوماتيك اللي انت بتحسنه والفلر اللي احنا أنا بستعمله أول شي بيضاين أكتر من سنتين ثلاثة بيضاين تحت العين كتير صعبة على الجسم أن يكسر فلر أندر آيز هيدا واحد تاني شي انت بست تشيله هيدا جورة أوتوماتيك اللي انت عم تشيله هيدا لخيال وعم تحسنه من السواد تحت العين سو أوتوماتيك اللي بيتحسنه وكمان البرودكس اللي أنا بستعمله بقلبون غلوتاتيون سو كمان غلوتاتيون هو موليكل قادر أنه تفتح من اللون الأسود تحت العين نعم يعني كل الافي لحتى نعطي هيك نضارة تحت العينين وطبعا كمانا سيدة بس يكون اللون فاتح تحت عيني وبالتالي منتفح شوي صغيرة ملين سو هي بتكون مزبوط بريح للمنطقة هلأ في أشخاص عندهم لون جلدي سوداء هون بيتواجه على بيلز في عنا بيلز بتكون مخصصة لمنطقة تحول العين في ليزر منعمله لللون الأسود اللي هو الهولويت سبكترا في عنا بروتوكول لللون الأسود بالإضافة لأنه في عنا إنجاكتبوز ممكن نكون عم نعملهم لحتى اللي كمين نكون عم يفتحوا أكتر وأكتر الجل السوداء نعم دكتور ياسين كمين رح نشوف فيديو أنا وياك والمشاهدين ونعلق عليه طبعا سملا البيتش عندك مليانة بالفيديوز هون شو عم نشوف دكتور هون عم نشوف المادام اللي عمل لليها لكويت فيس لفتين اللحظة هون قد يكن عندنا تعب بهيدي المنطقة تحس الوج كله قاشط لحظة قد تحدد الوج حتى فورم الوج بيتغير بطريقة ناتيران كتير مزبوط هون كله بالانجيكسيون مزبوط بالليكويت فيس لفتينج اللي هو عم نحدد الوج هون بطريقة إذا بدك عم نحط الفيلر تحت اللي قم نستيق عم نشد الأربطة مش بس إنه عم نعب مش الهدف تبعنا الهدف تبعنا نحدد الوج نحدد الجولان نشد الوج نعمله ساببورت وبهيدي الطريقة نكون عم نرسم الوج بطريقة أرتستيك أنا هون بدي أذكر كل المشاهدين إنه دايما نكونوا عم يعرفوا شو البرودوين عم ينحقن بوجهم ياخدوا ستكر مع اللوت نمبر والإكسباري ديت لكل إبري يعرفوا البرودوين شو عم ينحقنوا بهالبرود يعملوا الريسرش تبعون هدي واحد تاني شي يكون عم يتوجهون عند الأطباء اللي هني عن جد يعني عندهم هني كرادبل حتى لي يكون عم يعملون هالأنجكتابل تبعون ويكون عندهم إذا بدك اللايسنس حتى لي يكون يعملون بالبرودوكس عم تنحقن بالوج ونفس الوقت التكنيك تكون لأنه نحنا مش عم بس عم نحقن برودوكس نحنا عم نرسم وج صحيح مش عم تشتري المدام إبري نحنا هون عم نشتغل بطريقة أرتسك عم مرسم أنا الوج هذا الشي اللي دايما أنا مذكر فيه هذا الشي أهم الشي قلته دكتور ياسين لأنه اليوم كمان عم نشوف بلبنان قد فيه أشخاص كمان منهم مؤهلين أنه يكونوا عم يعملوا إنجيكشنز وبالتالي للأسف عم يعملوا أخطاء طبية كتير فاتحة بالوج وطبعا عم يروحوا للإنون لأنه عم يتشوه الوج يعني قد مهم كمانا كل سيدة وكل شاب يعرف شو عم ينحط بالوج مظبوط يعملوا ريسورت سبعون دفنت لي يعني لأنه هذا الشي اللي أخطأت بي ما فينا أكيد نسكت عنه وخاصة الوج يعني كتير عم بيصير كتير وعم تسمع وأكيد قد يعم بيصير في أساس بعالم التجوية مظبوط أنا بقلها للمدام فيك يمكن تروحي نشتري يمكن يكون أفورد بل لأنا بس ما فيك تحطي برودكت بوجك تخليح يمكن تتكلم برايس هذا وجك وفي منهم ما بيسألوا يعني بيروحوا بس بيحطوا البرودوية بوجهون ما بيسألوا أدي مهم وحد يسأل ما بيهمك تاخذ سرتيفكات فيها لبرايس تعرف شو حطيت سيمو كيف إذا هاي دلبروية أنت عم تحطيها بوجك طبعا سو بديكون عنديك الدراسات الكافية عليها لحتى لتأمن لك أول شيء سيفتي نعم واحد السيفتي وتاني شيء ديرابيلتي يضعينك البرودوية أنا ما بدي حط اليوم برودوية بوجه بعد شهر يروح نعم سيفتي and ديرابيلتي are very essential وأكيد كتير مهم الارتستيك approach of the doctor طبعا التكنيكي اللي هي كتير مهمة لأنه فيها رسم للوج طبعا لكل ملامح الوج دكتور ياسين كمان رح نشوف فيديو أنا وياك والمشاهدين رح نشوفه سوا هنا تعلبة نعم هالتعلبة كتار كمان من الناس بعانوا من التعلبة وما بيعرفوا من وين كمان إذا هي بتعدي أو لأطوة بعدوة أو عند الكوفر دونك خبرنا أكتر عن التعلبة هون شو بينعمل يعني شفنا البيفور والأفتر وقدمهم يعني لأنه التعلبة كتير زاهرة هون عند الشر هاي دي حالة بسيطة تعلبة لدينا حالات كتير أكتر متقدمة هلا اللي بديك تعرفي أول شيء التعلبة من إنفكشن it's not due to an infection يعني ما من من التهاب ما بتعد سو هي تخربط بالمناعة بشكل أنه جهاز المناعة تابعنا بصير بيفرز مضادات على الشعر هال مضادات لعى الشعر هي هال antibodies بتسبب أن الشعر هيدتهر هلا في عندك pathologies بتكون associated مع الالوبيش ارياتا اللي هي مثل problem tyroidean أو problem يمكن cancer أو عم ناخد اوئة إدوية مناعة ممكن تكون associated مع الالوبيش ارياتا سو في عندك كتير pathologies that can be associated with it بس اللي بدنا نعرف أنه تخربط بالمناعة أوكي هلا فيه ناس بيطلع لهم patch صغير بيتركوها بيتركوها تكبر 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 تكلهم كل وجون لأنه خلص عم تنتشر ما سيطروا على جهاز المناعة أنا بين جلسين لثلاث جلسات العالم عم يصلوا على نتائج رائعة للناس اللي عندهم تعالى بي عنا عنا protocol specialized نحن منعتمده اللي اعتمد على ثلاث أنواع علاجات أوكي منهم شي photochemical وواحد تاني بيتمد على injectables أوكي سو هاي دي الكمبينيشن أوف تريتمين هي اللي عم تعطينا نتائج رائعة من جلسين لثلاث جلسات هوني مثلا المسيون عندك بجلسين كان خالص مننا للتعالبة نعم ولأسف منشوف كتير في عنا ناس بيروحوا يمكن عند حكيم عربي بيصيروا أو بيستعمل أساس مش معناتها أنه يمكن في ناس بيصحهم بس أنه في كتير ناس كمان بيجربوا كتير علاجات صوروا بيعطوهم تصصات أو كريمات أو مرشو ما نحل لك الكريمات ولا تصصات نعم سو بدون يتواجه على بروسيدور كتير عدد قليل من الأشخاص بيتحصنوا على الكريمز أو على تصصات ويمكن بدون وقت كمان ويمكن ما يوصلوا للنتيجة اللي هنا بدون يعلن طبعا يمكن هون يطلع بدقنه للشبوة لكن كمان أوقات عند الصبية بتطلع بشعره وهيدا شي بشكل نفسي عندها نعم نص شعره جيت لعندي من السود زنان قالوا لها بدك تنتر قال سنة يا بيهر كل شعريك يا بيرجع بيطلع هون جنتي جيت جيت دير لعندي ماشي بشعرين كنا مطلعين كل شعراتها دي حلو هيدا الموضوع الدكتور ياسين كمان اليوم شد الوج بدون جراحة صار حلم لكل سيدة طبعا وعندكن بروتوكول بالكلينيك سوبرلفت بروتوكول مازمي خبرنا شوي عنه أكتر كيف بينشد الوج وخاصة أنه كل سيدة بتهرب من الجراحة لأنه كتار منهم ما بيحبوا أنه يعملوا جراحة لأسبب معين طبعا بدون ينوجعوا كمان في ورام في سكارس كمان بدون يبينوا أدي حلو اليوم وصلنا لنتيجة أنه كل سيدة بتحلم أنه يكون وجه مشتود وتصغر بالعمر طبعا تعملها بدون جراحة خبرنا أكتر على هيدا البروتوكول نحن منتميز بالسوبرلفت بروتوكول اللي بيجمع بين كذا تقنية واللي عن جد المادامات اللي هنه فوق الأربعين وحتى رجال قادرين أنه يكون عم تواجه على هيدا التقنيات فبهيدا البروتوكول نعتمد على أربعة تكنولوجيز أول شيء على الألتيرا منشط فيها العضلة اللي حكينا فيها الثاني شيء المورفيوس اللي هي مايكرو نيدلينج ريديو فريكوانسي تقنية كتير صارت مشهورة قادر أن تشد الجلدة من نفس الوقت نتواجه على الليكويت فيس لفتنج بأننا نكون عم نعمل ساببورد للليجمس بالهي لرانيك أسد فلر يعني المدام نعندها فوليوم لص بم نتواجه على تقنية الفلر حتى نكون نعمل ساببورد لهالليجمس وآخر تقنية اللي هي رادياس اللي هي الوحيدة اللي عندها الاف دي ايل للفي لفت قادرين أنه بقبرة الكالسيوم نشد الوجه هالدمج بين هيدول الأربعة تقنيات للأشخاص نصار عندهم تراهل زيد عم تعطي نتائج رائعة من أول جلسة نعم وعادة بس تجي السيدة دكتور ياسين بدأت تعمل هالأربعة بروسيديور بزيت الجلسة يعني بتبلشه مظبوط منبلش أول شي ألتيرة بعدين نرجع نعمل المورفيوس ننطر الوجه اللي يروق من بعد المورفيوس بين نص ساعة على ساعة نرجع نتواجه على الليكويد فيس ليفتينج مع الرادياس نعم بس أنا هون بدي نوفي أنه مشكل الأشخاص بحاجة لأربع تقنيات مع بعضهم نعم من هون بيجي الأساسمنت للحكيم أكيد لكل بيشنت أبطاري يعني فيه أشخاص يمكن بحاجة لتقنيتين من هؤلتقنيات ليصلوا لنتيجة لحابية فيه أشخاص بحاجة لone of these four protocols من هون الأساسمنت هي الأساس قبل ما أنه نكون عم تواجه على آيات قادمية نعم حديث معك كتير حلو دكتور ياسين ولكن رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا مشاهدينا بريك صغير انترونا رجعين رجعنا معكم مشاهدينا دايما عبر شاشة الو تي في وعبر البروغرام هل ستوك رجعنا لك دكتور ياسين ونحن صراحة مش حابين انه ننهي الحلقة لان بعد عنا شوية وقت ولكن الحلقة كانت فعلا قدية مهمة ومفيدة لكل المشاهدين اليوم دكتور طبعا كمانا منشوف عندك كتار من السيدات منشوف مش طوليل ولكن منشوف زيادة لحم يمكن بيطلع اكتر شي بالرقبة بالتشاست او تحت الباط هل طوليل اذا فينا نسميهم يمكن هنه سكن تاجز اذا بدك زوايد لحمية هن دياردوت جاناتيكس اول شي يعني جينيا نكون احنا على استعداد انه نعمل هول سكن تاجز بلس الابيزيتي الاشخاص اللي شوية عندهم نصحة او بالمناطق اللي فيها فريكشن يعني عم بتحف اذا بدك البلوزة طبعيتنا على رقبتنا او عنا احتكاك كتير بهذه المنطقة سو بصينا عنا هالزوايد لحمية ونحن بجلسة واحدة بنقدر نشيلهم كلهم بالسيقة وليزر اللي هي ستار طبعنا نعم سو دغري منشيلهم وما بيتركوا ولا أثر ولا شي دغري انسبت بشيلهم نعم دغري بينشالهم دغري ما قلتلك انه هن ديوت جلاتيكس يعني منشوفهم عند الشباب كمان ايه شباب ونساء منشوفهم اكتر شي عند النساء اليوم كمان النمش النمش بيقولوا دايما انه هن الطلة الحلوة للوج وبيعطوا جمال للوج طبعا ان كان بالوج او بالتشاست طبعا او بالاكتخاذ مش اذا تلوا الوج لانه كتار من السيدات كمان ما بيعتنوا ببشرتهم وخاصة كمان بفصل الصيف ما بيحطوا سانسكرين ما بينتبهوا لبشرتهم وبيتعرضوا لأشعة الشمس او للسولاريوم طبعا للأسف اللي ممكن يسبب كانسير بالجلد اليوم النمش دكتور ياسين او تصبغاتي اللي عم تكون موجودة بالبشرة يمكن من وراء الحبل او سيدة اخذت ارمونات معينة كيف ننحلهم واي متى حضرتك بتقول انه النمش هون لازم نتدخل ولازم نخففهم اوكي اول شي بدنا نفرق بين نمش وكلف نمش هو شي جناتك عادة بيخفوا بالشتوية يعني بطلوا هالالدارك بالشتوية بسايفية بيزيدوا بيصيروا اغمق لانه مع التعرض لليوفي لايت ومع الشمس وكل هيدا فممكن يغمقوا اكتر ممكن يزيدوا هلأ انا اشخاص عندها شوية نمش بوجه هيك تشات بالعكس بتزيدهم جمال بتلاحظة ال top models international top models ممكن يكون عندهم بيقولون لأ بالعكس بيحبهم بيخدوهم لانه عندهم النمش فما في مشكل بالنمش بس وقت اللي كتير يزيدوا ويعبوا الوجه بيصيروا اكيد هون بشعين لانه صار كتير عندنا نمش ببطل يمبين الوجه بيصير عندنا عدم بيحبوا انه ينشلون هون نحن بتقنيت الماكس جي عندنا باست ليزر ان دا ماركت عنده الاف دي اي لا يعالج هيد الحالة سو بين جلسة لثلاث جلسة من اول جلسة من قدرنا نتخلص بين خمسين لسبعين بالمئة من النمش بيسودوا بيأشروا بخلال عشر تيام نتواجع على تقنيت الماكس جي اللي هي نوعه من الاي بي اسكن بتوحيد لهم البشرة كتير حلوة قرد دي وكتير في ناس عندهم بيحبوها شو كمين بدأ اللي هلا في كتير اشخاص عندهم كلف بيفكروا نمش هون بدنا نفرد بين نمش وكلف الكلف هي عبارة عن تصبغات ممكن تزيد على الحبل الاشخاص اللي بياخدوا oral contraceptive pills مثل عندهم كلف هون عنا بدنا نعرف انه كتير بتأزيون الشمس دي عبارة عن تصبغات مش بس سطحية مثل النمش بس بيكون سطحية وغميئة وغميئة من هون عنا صعوبة باننا نشيل الكلف اكتر واكتر عنا منتواجع على تقنيات بالليزر بالهولويد تريتمونت طبعا اللي حكينا عنه بالاضافة لجلسات بيل جلسات اشر وفي عنا سكين كير بتقول بيتابعوا فيه على البيت لحتالي يخلصون من الكلف من هون انا بدي شدد على شغلي انه كتير مهم انه نحمي جلدتنا لانه اذا الاشخاص بحاطين براسهم بدوا يجعوا يعملوا سولاريوم او ينزلوا على البحر بدون اكرام يعني ما تعزبوا حالكم لانه يعني الخبرية مادام عبيلة تسموك لت تجدوا البيتش و تجدوا تعمل سولاريوم ما تعزب حالها باللايفستيل طبعا و لا تقلل الكلف الكلف قديني نسبته دكتور ياسين انه ممكن يختفي من البشرة يعني اذا عامل بين السبعين لتسعين بالمئة في ناس بيوصلوا للمئة بالمئة حسب قديش هنا لانه بدوا يتخلصوا من هاي الخبرية الكمت من طبعهم كتير اساسي فهيدا شي اللي ريما مشدد ارادة كمان طبعهم حتى يقدروا يستمروا بحياتهم لانه فيه كونسين معينة كمان بدون يلتزموا فيها لحتى كمان ما يرجعوا بطريقة واسع على الوجه وخاصة النمش كمان دكتور ياسين كمان نسمع كتير انه كتار من السيدات او الشباب عندهم تعرق بالايدان او تحت البط وهيدا مشكلة طبعا كتير كتير مزعجة للشخص نفسيا لانه فيه كتير اشخاص يمكن اذا بدون يسلموا على حدا تاني ما بيقدروا لانه عطول عندهم مشكلة التعرق بالايدان او تحت البط شو الحل الى لكن كل شي تحت البط تعرفي انه البط تصار عنده الـ FDA لتريتمنت للهايبرهايدروزوس اللي هو العلاج التعرض لمنطقة تحت البط بروسيدور ما بتاخد خمس دقايق بالعيادة ماشي بفايف منس هلأ قرأ بتصيفي كل الناس هلأ صارت عبويب صيفية كلهم يتعرضوا لانه يكونوا عم بيصير عندهم تعرضوا اكتر واكتر بسبب لهم من يمكن احراج بفايف منس قرأين انتخلص بهيدا المشكلة والبروسيدور بتضيعينا بين ستة شهر لأسنة هلأ للأشخاص بيصير عندهم تعرضوا بمنطقة الإيدان والإجران هون في بعض الحالات البوتوكس ممكن ما يكون كافة لهذا الحل هذه المشكلة لأنه ما عنده الاف دي اي البوتوكس لعلاج السواتينج بمنطقة الإيدان والإجران من هون منضطر اوقات انه نتواجه على غير تقنيات مثل ايونوفوريز اللي هي بيحطوا ايديهم ببلاكات يعني بالالالكتريسيتي نقدر انه نعمل إذا بدك لها السوات بس هون بيحتاجوا لكذا جلسة لحتى ياخدوا نتيجة دكتور ياسين اليوم كمان على الصلع صلع مشكلة عند الرجال وعند السيدات طبعا في كتار من السيدات عندهم مشكلة شعر خفيف مثل ما نشوف بهالفيديو وكتار منهم ما بيحبوا انه يزرعوا شعر طبعا أو يمكن ما بيكونوا كنديدات يعني لازم يزرعوا شعر فأديش مهمة هيدا التقنية الجديدة إذا بتخبرنا عننا مظبوط نحن ريتا نتميز بوحدة من أهم وأحدث التقنيات لعلاج مشكلة الصلع الوراثة عند النساء وعند الرجال نحن نتميز بتقنية الريجينيرا اكتيفا هيدا التقنية هي من أحدث وأهم التقنيات اللي من خلالها مثل ما عم تشوفي من شي لثلاثة لأربع خزعات من ورد ديني من بوصيلات الشعر نفصلهم بماشين ترجينيرا مثل ما عم تلاحظي هون عم نحط نورمال سلان مع هيدا الخزعات نفصلهم بهيدا الماكلة اللي بتساعدنا لأنه نستخلص بروتجينة السلزي هني خلايا يعني مش مثل البي ار بي هون عم ناخد بس او محفزات بيولوجية ندام هون عم ناخد خلايا مجهرية نعم سو هيدا الخلايا مش خلايا جزعية خلايا مجهرية مضبوط رجانيتر سلز سو هون هيدا الخلايا المجهرية بتلاحظي عم نستخلصها بهيدا الماكلة وعم نرجع نحقنا بالشعر عم بتدلة تعمل افرازات بالشعر بين 3 ل 6 شهر سو بتدلة عم تعطينا نتاج بعكس البي ار بي اللي بديك تعيدي هون بتعملها مرة بالسنة مرة بالسنة في نسب ما بدون اكتر من جلسة جلسة واحدة بتكفيهم ممكن تضين لحدود الخمس سنين وقات اكتر عم بتساعدهم لانه يعملوا سيكور سيميليشن للهير فاليكوز عم بتساعدهم لانه يفرزوا سايتو كانز ومحافظات بيولوجية بيشعرهم لفترة عم تضينهم اكتر من سنة سوى للاشخص اللي ما معهم وقت اللي عملوا ناتيج سريعة اللي عملوا نعالجوا مشكلة الصلع الوراثي اكيد اكيد من صحن من التقنيت الرجينيرا اكتبة نعم دكتور ياسين كمانا سؤال يمكن كتار مننا منحلم ببيرفكت بادي شيب يعني عطول نحن عنا هواس انه يكون البادي تبعنا شيب تبعه حلوة ويكون مرسوم رسم اذا فينا نقول كمانا بالكلينك عندكم في تقنية الوندر تكنولوجي اذا بتخبرنا عنها اكتر يعني بيهتم السيدة بتفوت لعندكم بتهتم ببشرتها بتهتم بوجها بتصغر عشر سنين وبالتالي كمان بتهتم بجسمها لحتى يكون كل شي هيك متناسة وحلوة لحتى يكون عندها ثقة بحالة اكتر طبعا وهيدا شي بأثر على نفسية السيدة مش بس السيدة ولكن الشباب كمان اكيد انا عمشوف كمان اكتر من الشباب بيتوجهوا للكلينيك لحتى يكونوا هالتقنية الواندر تكنولوجي هي اوورد وينر تكنولوجي سوها حصلت على جائزة الفيتنس النوترشن اوورد اللي حتى اللي تكون عم بتساعدنا لانه تعلي عضل وتشيل فات بنفس الوقت وتشت جد كيف عم تعمل هيدا الشي بتقنية الالكتروماغناتك سيميليشن and نيروماسكولر سيميليشن سو قادرة انه دغري مش بس متل ما عمشوف بالماركت تقنيات تانية بس عم تشتغل على العضل هون مش بس عم نشتغل على العضل عم نشتغل حتى على النيرف حتى يكون عم نعمل امباورمنت للعضلات تترجع تقوى هذه العضلات وتعمل هايبرتوفي سو هلأ قبل البحر في ناس عم بيتساعدهم لانه يعملوا شايب لجسمهم عم بيضعفوا الناس على تقنية الواندر مش بس عم بتساعدنا لانه تعلي عضل عم بتنزل وزن نعم تعتشعب حلوة اكيد كتير حلوة وبنفس الوقت فيها تقنية الراديو فريكنسي تتشد الجلد سو لحظي كيف عم نقدر نجمع بين كذا تقنية بي واندر هون بيعملوها مرتين بالأسبوع على حوالي 12 جلسة بتساعدهم كتير انا هون بدي شجع دايما الاشخاص مش بس يعتمدوا على مكانات كمي بدوا ينتبهوا على أكلهم على أكل يعتمدوا كمي lifestyle including diet والجيم تابعون اكيد في يكونوا عم بيعملوا هالبالنس بالlife style تابعون وللأشخاص هون بدي ذاك للأشخاص اللي عندهم سلوليت بالإضافة لأنه عابلهم يزابطوا جسمهم عندهم سلوليت بي فيهم تواجه على تقنية المورفيوس بادي من أول جلسة انا كنت قللهم قبل للفايشنس تابعي انه ما في عنكم حل السلوليت هلأ قصرت بقلهم انه بيجلسة واحدة قادرين انكم تحسنوا 50% من السلوليت تابعكم بالمورفيوس حالو دكتور ياسين هيك بنهاية حلقتنا شو بتحب توجه رسالة للمشاهدين اللي عم بشوفوك عبر شاشة الو تي في وخاصة انه نحن هلأ كمان على بواب صيفية قدي كمان السيدة لأنه يمكن في كتار من السيدات بيعتنوا ببشرتهم بس خلال فترة الشتة اللي راح نروح على البحر ونتعرض للشمس بعدين منرجع منعتنى فيها قدي مهم كمان أن السيدة تعتنى ببشرتها طول السنة طبعا وشو رسالتك لكل المشاهدين أنا رسالتي أنه نكون متصالحين مع نفسنا نعم حب حالنا نحب حالنا نحب حالنا ونكون في عنا هالسلام هالسلام الزيتة لأنه المادام أو الشاب يكون بس عم تطلع حاله على المري يكون هال يعني هالتصالح مع الزيت قديش هو شي مهم ودايما هلأ ترام أنه نكون مرتبين ونكبر مرتبين بطريقة ناتشارل صحيح من هون الجسدك عليك حق صحيح كل إنسان بس يطلع على الحال ويقوله أنا شو شي زعجني لا أكيد حالو أنه يكون عم نهتم بحالنا لأنه نحب حالنا لأنه إذا ما قدرنا حبينا حالنا ما فينا نحب غيرنا صحيح أنه نكون عم نواكب إذا بدك التطور بالتكنولوجيز من هون أنا عملت سمارت كلينيك عيادة زكية بتعتمل على the best تكنولوجيز بالماركت تاني الشي كتير مهم أنه نكون عم ننقل أشخاص النسبين لأنه نكون عم يهتموا فينا نكون نحن عم نتابع عم نعمل ريسيرج طبعنا نعرف شو البرودكس عم تنحقن بوجنا سو ريسيرج طبعنا كتير مهم أنه نكون عم نعرف عن مين بدلا نتوجه أنه دايما هيك نكون ببيس إذا بدك مع حالنا دكتور ياسين طبيب أمراض جلدية وتجميل خبير بأحدث تقنيات الليزر وحائز على البورد الأوروبي بطب الجلد طبعا والتجميل وعضو بأكاديمية الإمكاس أنا أكيد باسمي باسم الو تي في بدأتشكرك على الحلقة المميزة مش بس هيك كمان بدأتمنى لك كل النجاح كل التقلق لأنه فعلا أعطيك ألف عافب I love your energy already وأنا شرفت أني كون معكم شكرا لقلك نحن قلنا الشرف أكيد وبتمنى لك كل النجاح والتقلق بمسيرتك المهنية وإن شاء الله هيك كمان بتدل تنشر البوزيتيفيتي لكل الحواليك شكرا لحضورك وإن شاء الله قريبا كمان هيك بنكون عم نستضيفك بطبيك تاني كمان بهم المشاهدين شكرا لحضورك دكتور أهلا وسهلا فيك مشاهدين للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من هالستوك ولكن طبعا الأسبوع المكبر رح يكون معنا ضيف جديد وموضوع جديد إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقة تصبحوا على ألف خير شكرا للمشاهدة